اكدت سعادة السيدة فاطمة بن جافر السيرفي وزيرة السياحة ان مؤشرات النمو التي حققها القطاع السياحي خلال العامين الماضيين تجاوزت ما هو مرسوم في الاستراتيجية البحرين السياحية 2022-2026 جاء ذلك خلال اجتماع عمل عقدته الصيرفي في مركز البحرين العالمي للمعارض بحضور سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة وسعادة سيد سمير بن عبدالله ناصر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من عضاء المجلس والدكتور ناصر قائد رئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارضة حيث ناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ استراتيجية السياحة 2022-2026 المندرجة ضمن خطة التعافي الاقتصادية شراتة بين القطاع الحكومي والخاص بمخرجات تهدف للارتقاء بالقطاع السياحي اتضحت من خلال تحقيق أقصى درجات النجاح في تنفيذ استراتيجية البحرين السياحية 2022-2026 والتي تهدف لخلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل وتنمية الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تخلل هذه اللي هو شرح كامل قامت بسعادة الوزيرة وزيرة السياحة بأهم النقاط والمرئيات اللي تم طرحها وقامت بتوضيح كل الجوانب في الأمور السياحية والإحصائيات والآخرة والأماكن والمقاصد اللي تركز عليها في هذه الفترة الزمنية وكذلك فتح المجال لأخذ آراء قرفة التجارة كشريك لنا مهم في عملية تنفيذ هذه الاستراتيجية مسارات وخطة تنفيذ الاستراتيجية السياحية التي استعرضتها وزيرة السياحة خلال اجتماع عقد في مركز البحرين العالمي للمعارض بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة البحرين للسياحة والمعارض تتضمن تطوير أربع ركائز هي الوجهات من خلال تطوير السياحة البحرية والرياضية وتهيئة الشواطئ والمرافق الترفيهية والبنية التحتية والثقافية وتنظيم المزيد من الفعاليات إضافة إلى الوصول عبر تطوير شبكات الخطوط الجوية وتسهيل التأشيرات وإجراءات المنافذ أما بالنسبة للتسويق سيكون عبر حملات ترويج واسعة على مستوى إقليمي ودولي وفيما يتعلق بالإقامة سيكون عبر التطوير من حيث زيادة عدد الغرف الفندقية أهمية هذا اللقاء هو تشاوري بين الطرفين مهم جدا المعنين بالسياحة في البحرين وذلك العرض تصور أولي لستراتيجية السياحة للعوامن 2022 إلى 26 وطبعا بالتعاون مع غرفة تجارة صناعة البحرين اللي هي ببساطة جزء ومهم جدا في المعادلة لتنفيذ هذه الاستراتيجية مساهمة القطاع الخاص في وضع الاستراتيجية السياحية للبلاد أهمية كبيرة لأنه يشارك الشارع التجاري وأصحاب الشأن في اتخاذ القرار وهذا شيء يشكر عليه الجماعة في وزارة السياحة وأيضا اليوم شهدنا حضور سعادة وزير التجارة والصناعة لسعادة سيد عبدالله فخرو وهذا شيء إيجابي جدا يعكس مدى اهتمام الغيادة الرشيدة في مشاركة الشارع التجاري والقطاع الخاص في وضع الاستراتيجيات المستقبلية للدولة وخلال الاجتماع تقدم أعضاء مجلس إدارة غرفة البحرين بعدد من المقترحات بشأن مسارات تنفيذ الاستراتيجية وتطوير صناعة السياحة في البحرين بشكل عام بما في ذلك تعزيز جاذبية المقاصد التراثية في البحرين والتركيز على قطاعات سياحية متخصصة مثل السياحة التعليمية والعلاجية واجذب المزيد من السياح والزوار إلى مملكة البحرين لتنشيط الحركة السياحية